السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة قواعد اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الشهر الأول يعني فقط ثلاث مواضيع الفعل الماضي والمضارع والأمر هذا بوحدة يعني موضوع والفاعل والمفعول به كتبت أسئلة الشهر الأول ثلاث مواضيع فهذا السؤال الأول يقول هاته الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر من الأسماء الآتية هذا طبعا دائما معلماتنا دائما يجبوه هذا السؤال فهذا السؤال كلش مهم هذا موجود بأول صفحة مثل الفعل الماضي والمضارع والأمر مثلا تطين أسماء الركوب اللعب الشرب النجاح القراءة أنتوا سوون ثلاث حقول فعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر بالفعل الماضي ركبه بالفعل المضارع يركبو بالفعل الأمر اركب الفعل المضارع سواء ياء أو تاء مثلا حتى ترهم تركبو أو يعني هي كلمة أنيتو يعني ألف والنون والياء والتاء بالفعل الماضي هذا اللعب لعبة الفعل المضارع يلعبو الفعل الأمر يلعب طبعا الحركات ما عرفه ميز الفعل إذا مو حركات هذا الفعل الماضي مبني على الفتح الفعل المضارع مرفوع لامة رفعه ضمن ظاهر على آخره والفعل الأمر مبني على السكون زين ونوصلنا الشرب شرب بالفعل الماضي بالفعل المضارع يشرب بالفعل الأمر اشرب نجح بالفعل الماضي المضارع ينجح بالفعل الأمر انجح قرأ الفعل الماضي قرأ هنا أعدي القراءة القرأ بالفعل الماضي والفعل المضارع يقرأ وبالفعل الأمر اقرأ فمثلا حتى لو غيرت احتمال جوز الكتابة هم كتبه يكتبه اكتب فهذا كلش مهم زي السؤال الثاني كون جمل السؤال الثاني كون جمل جبت يعني بالفعل الماضي والمضارع والأمر والفاعل والمفعول به بالفعل كون جمل اولا جمل فيها مفعول به جمل فيها مفعول به يحترم الصغير الكبير جمل فيها مفعول به غزولة تريد تسلم عليكم السلام عليكم و طبعيني على صواتها شوي السلام عليكم و طبعيني السلام عليكم كل عام والتخير اي يالله تجلكم كل عام والتبخير هي بالروضة و uk 이 تجديد عليكم يلا ها هي يقولهم باي باي غزل شي اسمتش؟ باي باي غزل غزل يلا ها هي غزولة كافي يلا خنكمل كون جمل مفيدة مما يأتي أولا جملة فيها مفعول به يحترم الصغير الكبيرة وين المفعول به؟ هذا الكبيرة مفعول به منصوب بعنامة نصبه الفتحة نافعل وفاعل مفعول به احنا نقول يحترم الكبيرة الكبيرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة جملة فيها فعل ماضي وين الفعل ماضي نجحة؟ هذا فعل ماضي مبني على الفتح والمجد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمه جملة فيها فاعل الفاعل الزرعو هذا الفاعل الزرعو فاعل مرفوع علامة رفعه ضمه الظاهرة على آخره هسا تقولون شن الفرق بين هاي الجملة وهاي الجملة يوم هنا قايل جملة فيها فعل ماضي طلعت نجحة نجح فعل ماضي وهنا جملة فيها فاعل الفاعل دائما ثاني كلمة وقلنا المفعول به ثالث كلمة الكبيرة جملة فيها فعل مضارع ينتصر الحق ينتصر الحق هنا فعل مضارع هذا ينتصر فعل مضارع قلنا لويا لوتا جملة فيها فعل أمر أو كلمة أنيتو جملة فيها فعل أمر اقرأ قصة قصيرة اقرأ مفعول فعل الأمر مبنيا على السكون هذا سؤال الثاني سؤال الثالث يقول استخرج الفاعل وبين علامة رفعه هيا أنا أريد أحلها قدامكم خاطر تفتغمون يربح التاجر الأمينة يقول استخرج الفاعل إحنا قلنا الفاعل ثاني كلمة إذن يا هو التاجر هذا التاجر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة علامة رفعه الضمة علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الفاعل ثاني كلمة علامة رفعه الضمة يقول استخرج المفعول به وبين علامة نصبه المفعول به قلنا ثالث كلمة هنا شنوى الذبابة يكافح الناس الذبابة يكافح الناس الذبابة فعل وفاعل ومفعول به الذبابة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة فتحة ظاهرة على آخره سؤال خامس استخرج الفعل وبين نوعة نام الطفل نام هذا الفعل نام هذا الفعل شنوه فعل ماضي هذا شنوه نوعة فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح يقول استخرج الفعل هذا يقول لك عن شنو الفعل فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر نامة نحن ندري به فعل ماضي بالماضي هو نامة العاقل يقضي على الشر هذا الفعل هذا شنو يقضي فعل مضارع هذا يقضي شنو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره فعل مضارع مرفوع نقول بالضمه تكتبوا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره بعد هذه بعدها آخر ورقة ايه بس هذه سؤال السادس يقول يعرب ما يأتي هذا العراق كلش مهم وهنا سؤال السابع الأنث ينجح المجدو ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره المجدو فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وقرأت سناء القصة طبعا هاي الجملة دائما معلمات ما يجيبوها قرأت فعل ماضي مبنيا على الفتح والتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب هاي ديش يجيبوها خاطر يعني ديش ردي يشوفون شنو هاي يعني علموا التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب فدير بالكم من هاي الجملة احنا بالنسبة لمعلماتنا يعني دائما نجيبوها وانتم ما معرف سناء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره فعل ماضي مبنيا على الفتح والتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب سناء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والقصة مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره سؤال السابع هذا هم كلش مهم يقول أنث الفاعل في الجمل الآتي وغير ما يرزم تغيره يعني يقول أنث الفاعل خطط المهندس المشروعة شو نقول خططت المهندسة المشروع هو المهندس صار المهندسة خططت طبعا تتغير هذا هو خطط هذا خطط فش راح يصير هذا بالمذكر راح يصير بالمؤنث خططت المهندسة المشروعة يحافظ التلميذ على النظافة يحافظ تحافظ التلميذة على النظافة تحافظ التلميذة على النظافة هاي ماماتي نموذج أسئلة كلش مهمة هاي يعني تقرون إذا تقرون علي أنتم تجاوبون فبالنسبة للفعل الماضي والمضارع والأمر والفاعل والمفعول به وإن شاء الله التوفيق